المترجم للقناة الاطار فيه برنامج هام جداً أصدارته الدولة في إنتاج ما لا يقل عن ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية المنتجة من الواح الشبسية وفي هذا الإطار اليوم نروح نشوف المشاريع المبرمجة في ولاية الأغواث في إنتاج الطاقات المتجددة إذن أترككم تتابعون هذا التقرير في الموضوع وسلم طاقة النظيفة والمستدامة أضحى أولوية قصوى في الجزائر مشاريع عدة تجسد هذا التوجه إلى تحقيق الهدف كمشاريع الطاقة الشمسية والتي تجسدت في إطلاق أكبر مشروع لإنتاج ألف ميجاوات من الكهرباء في عدد من الولايات الجنوبية على غرار ولاية الأغواث التي تتواجد بها أكبر محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية الورشات التي فتحتها الدولة الجزائرية ولسيما في الطاقات المتجددة وأذكر على وجه الخصوص الهيدروجين الأخضر فالجزائر اليوم عازمة على أن تطور هذه الشعبة شعبة الهيدروجين الأخضر أولا للاستهلاك الداخلي وكذلك للتصدير للاتحاد الأوروبي عبر بوابة إيطاليا فالجزائر تملك ما تملك من المؤهلات سواء من البنية التحتية سواء مما يسمى بالفضاء في التكوين على مستوى الجامعات ومراكز البحث الانتقال الطاقوي يستدعي كذلك تكوينا دقيقا واستحداث تخصصات في الجامعات والبحث العلمي ومن بين أهم التوجهات في هذا المجال الانتقال لاستقلال الهيدروجين الأخضر والهيدروجين الأزرق لما لهما من فوائد كبيرة المخبر تعنا هذا عدو قيس جودة المياه احنا يكل ما يجينا مع القاز نفرق بين الماء والقاز القاز هاي نروح ونخدمه به والماذاك نحاول وحنا نزيد الرقل فيه باش البيئة ما منضروش البيئة ومنضروش البيئة ستواعنا دير التربص هنا ونستاجه وان شاء الله نتكونه مليح وننفعه بها لننفعه البلاد فبخطا ثابتة ورؤية تجعل من الإقلاع الصناعي والفلاحي والاقتصادي على قاعدة صلبة ومستدامة خلال 12 سنة القادمة هو عنوان البديل الأمن للطاقة ترجمة نانسي قنقر